وصل العهل المغربية الملك محمد السادس إلى العيون كبرى مدن الصحراء الغربية بمناسبة ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء ويتوقع أن تستمر زيارته للمناطق الصحراوية أسبوعا كاملا وأن يعلن خلالها عن برامج استثمارية بقيمة عشرة مليار دولار يذكر أن ملف الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو مطروح حاليا على الأمم المتحدة وقد قدم المغرب مشروع حكم ذاتي موسع كحل لنزاع لكن الجبهة ما زالت تطالب باستفتاء لتقرير المصر وقال العاهل المغربي في خطاب ألقاه في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء أن المغرب يريد البدء في إطلاق مرحلة جديدة لتوحيد اندماج كامل للأقاليم الجنوبية وأضاف أن بلاده ستتصدى بحزم لكل محاولات التشكيك في وضع منطقة الصحراء القانوني بنفس السلامة والحزم سيوجه المغرب كل المحاولات التي تستهدف التشكيك في الوضع القانوني للصحراء المغربية أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه في أقاليمه الجنوبية كما في الشمال وهو ما يقتضي من الجميع بضاعفة الجهود ومواصلة اليقراء والتابعة للتعريف بأذارة قضيتنا وبالتقدم الذي تعرفه بلادنا والتصدين لمنورات الخلطون كما انتقد العاهل المغربية الكيفية التي تتعامل بها السلطات الجزائرية مع اللاجئين الموجودين في تندوف بالجزائر كما تحدث عن الملايين التي تقدم كمساعدة إنسانية لهم في وقت يعانون الحرمان من أبسط حقوقهم ومنها السكن من ساكنة الكيندوف بالجزائر ما تزال تقاسي من الفقر واليأس والحرمان وتعاني من الخرق المنهجي لحقوقها الأساسية وهو ما يجعل التساؤل مشروع هنا ذهبت مئات ملايين من الأورو التي تقدم كمساعدة إنسانية والتي تتجاوز ستين مليون أورو سنويا بدون احتساب الملايين المخصصة للتسلح ولدعم الآلة الدعائية والقبعية للمفصاليين في العراق طر أهل الفلوجة الذين نزحوا إلى بلدة شقلا وقرب مدينة أربيل في إقليم اشتركوا في القناة